هتقولنا الفقرة اللي بتقول بوضوح نحن لا نتحدث على الحالات التي يتعرض لها الفار نحن نتحدث على الحالات التي لا يمكن أن يتعرض لها الفار ولا أي أحد ولا يرجع في كلامه فيه ده القانون ما جاش غير في الحتة دي وكنه متفصل على الواقع دي لا يسمع ولا يمكن الرجوع وإلا في البداية القانون ينص على أنه لا يسمع ولا يمكن الرجوع يبقى بدم استقنفت اللعب بالضبط لو اللعبة جات جون من خطأ فادح ولكن تسنطرت لا يمكن إلغاءه لأن اللعبة استقنف قانون كرة القدم يا أهل القانون يا كابتن يا بتاع البروتوكول ما تمشينيش في سكة ما لاش لازمة قانون كرة يسمع بتغيير الاستقناف لا يسمع بتغيير الاستقناف الرجوعات الركنية رميات التماسي إلى أخيره طالما تم الاستقناف اللعب لهذا لا يمكن مراجعتهم طب لو راجعناهم يبقى خرقنا القانون يبقى ده مخالفة قانونية لا مش مخالفة قانونية ولا لها دعا بالروح ولا بالجسد ولا بقى حاجة هذه نص المودش أنا ديتها كلمت الكابتن سيف شرحتها له وهو وعدة إنه حينقشها ما أظنه شو منقشها إذا كان نقشها بكاتر خيره كلمت الكابتن مرهيم فاي بعد 40 دقيقة مدخلة مع كابتن عصام والطولة عملية تكلموا الناس في سكة وسيبين المادة القانونية اللي بيستند إليها الأهل في طلب إعادة المباراة واللي لو تصعدت مؤكد حتجد صدر ما تجيب ليش مين من يوم خبير بقى يقول أصل اللعبة غلط بس ما كانش صح لا مش ما كانش ما كانش مسموح ولا يمكن مراجعتها وسقني في اللعبة بلعبة واتنين والتالتة جات جول فما تقولوا ليش بقى والنبي العدالة ومش العدالة لأن في نفس المباراة كان في حقول النادي الآهل اللي ما يحصل عليها والمباراة اللي بعدها نفس الشيء هل من العدالة إن ييجي فيها جول من فاول مش فاول وارجعوا لماتش المحلة بنفس الطريقة أنا اتغلبت بنفس الطريقة هل من العدالة كورة فجة بتاعت حسام حسن الراجل واخده من رقابته ومقاعه الأرض ولفف بيه وما يروحش للفر أو الفر يقول له فيطنش هي دي العدالة ما هو إذا كان الهدف تحقيق العدالة تعالوا نحقق العدالة كلنا ترجمة نانسي قبل